اشتركوا في القناة وتوجيه الموارد المتاحة بما يحقق المشاركة والعدالة بين كلا الجنسين واكد المجلس الاعلى للمرأة على همية هذا التوجه لمجلس الوزراء الموقر والمتصق مع ما تشهده مملكة البحرين من تطور على صعيد السياسات والتشريعات الداعمة لتقدم المرأة ويعزز من مكانة المملكة دوليا باعتمادها وتبنيها لأفضل الممارسات المؤسسية في ادماج احتياجات المرأة في الموازنات والخطط والخدمات وعلى صعيد متصيل اشهدت سعادة الاستاذ هالا الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة بقرار معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ثمانية لسنة 2019 الصادر مؤخرا بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020 واضحت الانصاري بان اهم ما يميز القرار الجديد وضوح تعليماته وتوجيهاته في الشأن الخاص بالاخذ ببرامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2019-2022 ضمن الاولويات التنفيذية عند كافة مراحل اعداد وتنفيذ وتحليل الموازنة العامة للدولة كما جاء القرار مؤكدا على همية مراعاة مؤسسات الدولة للمخصصات الموجهة للخدمات المساندة للمرأة في بيئة العمل للتوفيق بين مسئولياتها المتعددة ويدعم استدامة تقدمها ويرفع من مساهماتها في الاقتصاد الوطني ويحقق القيم العليا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين القائمة على العدالة والتنفسية وتكافؤ الفرص اشتركوا في القناة